اهلا 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 بمستاذ جداوي اهلا 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 ده نظرنا النبي النهار ده يا راجل ده خطوة عزيزة انا مش جداوي بي يا مرجان باشا انا سليمان سليمان مين؟ مدير مصنع المكارونا واهن تنا مصنع مكارونا؟ مصارع مرجان بتاع سيادتك انا مديرها اه مديرها الجداوي حلوثك اهلا اهلا جداوي بي معلش بقى العتب عن نظر اتفضل عندي في المكتب جوا لا معلش عشان اخلط شغلي هده يا راجل انت التكيف هنا قصو مش مزبوط التكيف عندي احصل اتفضل اتفضل يا راجل هات الملف ده عليك لا معلش اخلي الملف ده معي اتفضل حضرتك اتفضل اهلا اهلا استاذا اتفضل اهلا استاذا هو اسمو ايه؟ جداوي حضرتك اتفضل انا مميحبش قادتين يا اخياتك اتفضل هنا اهلا وسهلا اهلا بيك يا رفح حضرتك ايه بتشرب شهابي يا اسمين؟ مبصرب شو انا بستغل عندنا عصير طبية بتاع بره من انتبس انا ايه رايب؟ انا مبصرب شو انا بستغل طب شو الجنباري؟ شو الجنباري مشويين كده حلوين من الكبير ده؟ مرجمبي انا وانا بستغل لبصرب ولا باكل دي عشرة وعشرة يبقوا عشرين الف جنيه ايه ده انت بتعمل ايه لا لا ولا حاجة قصنا دايما احب ان راجع للردات بنفسي الباشة ساكن فين السيدة زينب شلاء مهاشم شلاء مهاشم انا دايما اصلي جمعة اناك السيدة زينب ده حي جميل في رحميات كده وحاجة جميلة الحقيقة دلوقتي احنا هنا عشرين وقاتي عشرين ايه بو دلوقتي اربعين الف جنيه ملك ولا ايجار ايجار مهاشم تيباتعة والله باتعة يا سلام ما على دا حي جميلة مهاشم دلوقتي احنا هنا اربعين وقاتي كمان دول يبقى كده ايه ستين الف جنيه ستين الف جنيه عندك اولاد ستة كان الله في العون يا راجل كان الله في العون ستة حاهاها الله حول اولا قمت اتقلب لها ستة ويبقى احنا قلنا كده يبقى دي ستين الف ستين الف جنيه كده يبقى ايه ستين وستين مية وعشرين الف جنيه بيدرسوا عندي واحد في الجيش والباية في التعليم ايه انت بطل انت عظيم انت تستحق او سام والله تستحق او سام والله يا جدا وبيه والله يقول لك علي يا مين أنا عندي عيلين خربين بيتي رجعنا كماندول أربعين أربعين أيها كده أربعين يبقى كله مية وستين ألفين مية وستين هو مرطر ساعة الكام تلات تلاف جنيه ما أقول تلات تلاف جنيه هياملوا إيه ولا إيه نساجن الحكومة ليه فاهم بتعمل إيه تلات تلات حكف وإيه ولا إيه ولا إيه طبعا أنا أقول لساعة الحكومة الوضعه داي ابني مصروف إيده بس تلات تلاف جنيه أيوة نهج ده وبيه تلات تلاف جنيه وعلياء خمسة قال إيه إيش كوافير إيش مش عارف تعمل إيه اللي عارف الحاجات بتاعة العيال الصوارين دول ناوتي مهما أنا أنا وما كأنا سيد ميتين ألف جنيه أيوة وأرجوك أرجوك يا مورجنبية عدي فلوز بعد ما مش أنا مش عارف أشتغل أنا آسف أنا آسف أنا آسف هما أولادك بياخدوا دروس خصصية نحلين ومبري مصيبة دروس الخصصية كارسي قلوها يا كارسي فعلا آه دول بقى إيه خمسينات خمسينات بقى إيه ها 재�데 انت لازلت احط لكل عائل وضيع في البنك الزمن مش مضمون ما أنا حطيتلي كل واحد فيه ميتين وخمسين جنيه البوستر ميتين وخمسين جنيه يا راجل دول يدو عليك اشتر لي كل واحد شقة, عشان اتجوز فيها ما أنا شترت لهم مدفن مدفن انت لازل تحط لكل عاي الوضيع في البنك الزمن مش مضمون ما انا حطت له كل واحد فيه مئتين وخمسين جنيه في البوستر مئتين وخمسين جنيه يا راجل دول يدو عليك اشتر لكل واحد شقة عشان اتجوز فيها ما انا اشترت لهم مدفن مدفن سعيكم مشهور هبا حيوعو بتشتب شاي بلا اسمي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها بسم الله ما شاء الله والله اكبر هي ناش شرفة ناش محترمين شركة اقتصادية محترمة اوراق محترمة مفيش شغلطة واحدة يريد كل الشركات تحتوا هذه الشركة عشان اخصادنا يبعال بالسماء عربت له استاذ عضاي الجديدة وصلة تباشر جبت هادو من مصاني انا برضو لا اصله خناعي زركة فاروية فور بايفور حضرتك خليه يركب وامبسط ما انا خليك ليه هم عشان احنا منشتغل عشان بيه عشان ام حسن بس الوضع عداي ده مرزق وش السعب كنت في العراق وام والدته هناك روحت مسميه عدايه الرئيس الضمح السين طربي كان يعاد على حجره وهيشتكه قوله هل سبقه لها هل سبقه لها هل سبقه لها هل سبقه لها عمنا الشهد فلوس في نجزة هالف ولا حسن ولا لسا عليها بنت حضرتك برضو خلفتها في العراق الملكة عليها اضطرت بيها ايوه الله هحسن كنتم اتشتكه برضو يتبتها 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 عمنا برضو الشرشغل ازال فل هناك وازاي مرجان ابنك من ساعة ساعتك مهشكته كل بطاطا كل بطاطا والمساء المشه بحله ايه فل وقريب قوي حلخويه ان شاء الله والد ولا بنت مرجانة بعون الله ايوه عليها ايه ملك بتاعتي ايه؟ في ايه ايه اللي حصل؟ اسمه ايه وليلي؟ بابا انت لازم تجيب لي حق ايه هجيلك حق ايه؟ انت انا حق في الجامعة دي خالص في الرئيس الجامعة دي؟ ايه ده بس يا انت العميد الكل ايه موجود وبيتكلم معي واخوكي فيه؟ بكلمه ايه الموبال مش برود بابا بابت ايه ونيريت ايه؟ اختك منهارة مويتها نفسها ملعيات ويتها جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات دي دكتورة جهان مراد مين؟ دكتورة جهان مراد برجان احمد برجان بابا يا دكتورة فرصة سعيدة جدا يا دكتورة يا اهلا وسهلا بابا يلي جاب حضرتك هنا؟ عشانها لم نحلال ومت عيالي بابا عليها ملها؟ عليها مين؟ عليها اختي؟ اه صحيح واحد دكتور رزل غزقها قدام زميلها وطردها من المحاضرة الامر يرديك كده برضه؟ نعم قصد يعني يرديك اللي بيحصل ياختر اسمها ايه؟ عليها عليها اه بانا ادخلها جامعة محترمة واتفعلها فلوس قد كده عشان البيت تتعلم ولا تتعقد واحد دكتور يقول لها انت فشلة ومتنفعيش في اي حاجة؟ اسمه ايه دكتور ده؟ فاكسل ايه؟ فاكسل مايكل يا دكتور ايه؟ اه مايكل؟ تاني الدكتور مايكل؟ طب عليها فين دلوقتي؟ عليها مين؟ عليها بنتك اه 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 هي وقفة هناك ومقطعها الروحة من العياد اتطمن يا استاذ مارفين انا مش هسكت انا هغير هدومي وحاجر حضرتك على طول ليه؟ ما كده حلو؟ قصد يعني عشان نلحق نلحق البنت هناك انا من بكرة هعتاصم لهم في الكلية الموقف ده لا يمكن يعدي على خير اه فعلا لازم كلنا نعتاصم هيا مش الدكتورة هتعتاصم برضو؟ اه انا هعتاصم معكم دكتورة ايه دي اه دي اه داي مين؟ 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 يعني ايه؟ يعني حضارة حضارة اه حضارة ايه شهلا انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة استيدي بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية حقيقة تفضلوا معي ايه علياء ايه حبيبتي اهد اهد احنا جايين حالا اولا احنا قاسفين جدا قوامنا حضاريتك من على التنس تعبناك معانا وربنا قضرنا على رد جمالك جمال ايه بس؟ احنا اي خدمة في اي حاجة اهد علياء بنتي من النوع النفسية وشوية اي نسمي تهوت تأثر فيها رقيقة كده زي حضاريتك كده بالظبط تصوري ساعات يبقى نايمة تقوم افزوعة من النوم ويجي لها رعشة اروح عضيها على طول وعد امنستها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة انا بديك صورة بس يعني زي برضو حضرتك ممكن تكوني مضايقة ويجي لك رعشة اروح عضيها على طول وعد امنس على شعرها اتلقى نفسك زي الغريبة بالزي اوديي بديك صورة يعني بابا يا شك يا ابني باكلم بالدكتورة بتاعت غيوختك عطيل ساري دكتور مايكل you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours she always disagrees with my opinion she's a troublemaker calm down please we are not here to fight we are here to do يا الكنية دي عشان ايه عشان عليها ابا ما المسمع تشانه هم اقولوا عليها ولا هي اختك ليه اسم تاني بالانجليزي it's none of your business it is my business no تبتول نولي تمالك انت لما الدكتورة جاين بيتعابكو دي كانت متجوزة مين اتجوزت ايهاب والدي عارفو ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليلة محاول يا بابا تعرفش ايهاب والدي مايسترو الكبير بتاع الأوبرا ليه؟ المايسترو مايسترو اه ده الرجل بيقعد يعمل كده الخشي بكل ايوه ده ليه مقطعات معروفة كده ده علامي زي رامز ياسا كده الي زيدي لازم تتجوز فنان ربنا وفاهمها ايه وفق منه يا بابا ايهاب والدي مات من عشر سنين خير ما فعل عارف اتجوزت مين بعده؟ اتجوزت تاني بعضيه اه اتجوزت حاتم جمع لو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمع ده عارف تعكوره بابا حاتم جمع ده اكبر شعر في الوطن العربي الزيدي فعلا لازم تتجوز شعر هي كمان نفسها شبه النشيد كده كده بتفي قصيدة شعر يا بابا لو سمعتها جسمك يا اشعر متجوزة شعر عشان تكتب عنه شعر لا ده رثاء رثيته بقصيدة بعدا ما مات حزينة عليه يعني هو ماتر اخر نازي قلبها جامد اوي حد يموت يسيب واحدة زي ايه دي عارف يا بابا دكتور جهان نعاردة كتبة مقال في الاهرام مكسر الدنيا الدكتورة جهان دي مالهاش غل في الشعراء والفنانين مش غاوية رجال اعمال بتشور عقلك ولا ايه مرجع انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه بس بصراحة الوحيدة اللي تمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا يا دكتور جهان طب انتو مش محتاجين دروس خصوصية دكتورة جهان تيجي تدهلكو في البيت انا بلاش يا بابا خالص الموضوع ده دكتورة جهان اللي ما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا خلاص بلاش انتو تيدين انا دروس خصوصية